سيادة الرئيس إن الأمين العام قلق بشدة بشأن التصعيد فيما في أوكرانيا المدن الأوكرانية الآن محاصرة وهي تواجه هجمات متكررة أكثر من مليون أكراني عبروا الحدود الأوكرانية وتم ترحيب بهم من قبل القيران الأوروبيين نحن نناشد التضامن والتآذر كل من يطلب اللقو يجب أن يتم احتواءه بدون أي تمييز ملايين من الأوكرانيين مادلوا في البلد ويتعرضوا إلى هكوم وقصف عنيف وهناك الألاف من الخسائر البشرية وهذا الرقم يتزايد الأمم المتحدة تزيد من مساعداتها الإنسانية هناك حتى نستجيب إلى الأزمة المتصاعدة سيادة الرئيس الرئيس العام تابع ما يحدث في المنشأة النووية الأكرانية ونحن نفهم أن الحريق لم يضرب نظام التبريد ولا غرفة التحكم ولكن أيضاً البنية التحتية الأساسية والضرورية لا يجب أن يتم الإدرار بها وما حدث غير مسؤول أبداً لا يمكن أن نتحمل تكلفة تدمير مفاعل نووي آخر أعتقد أن ما حدث في شرنوبل يجب أن يذكرنا جميعاً بأن أعلى مستويات الأمن والسلامة يجب أن يتم مراعاتها كل الجهود يجب أن نبدلها حتى نتقنب أي حادثة نووية الشقاعة التي أظهرت القوات والعناصر الأكرانية والتي استمرت في فقاع المفاعل يعمل بشكل سليم هذا نشكره الهجمات على المؤسسات النووية هذا يعتبر انتهاك لقانون الدولي وبالأخص المادة 56 الخاصة بمعاهدة جينيف والتي تنص أن سأقتبس إن وضع القوات في وضع خطر بالقرب من أي محطات نووية وهذه المنشآت لا يجب أن يتم استهدافها حتى لو كانت أهداف عسكرية وإذا حدث هجم وأدت إلى تسرب وخسائر بشرية فهذا يعتبر مخالف القانون الأمين العام يرحب البيانات التي قالها هيئة وكالة الطاقة الزرية وهو مستعد لا المساعدة من المهم جدا أن يتعاون كل الأطراف مع وكالة الطاقة الزرية حتى يتوصلوا إلى إطار عمل والذي يضمن أن المفاعلات النووية الأوكرانية تعمل بسلام ويجب أن يتم تقديم أيضا ممر آمن للعاملين في وكالة الطاقة الزرية الذين يحتاجوا للسفر لأوكرانيا سيادة الرئيس نحن نرحب الاتفاق بين المفاوضين الروس والأوكرانيين خلال الجولة الثانية من المفاوضات في بيلاروسيا بالأمس نحن نعلم أن وضع الممر الآمن كان الأولوية وأيضا تقديم المساعدات الإنسانية كان أولوية نحن نتمنى أن هذا الاتفاق يتم تطبيقه بدون تأجيل وأن يتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار نحن نحفظ الأطراف أن يستمروا في التفاوض ويحققوا تقدم في المستويات الإنسانية والأمينة العام أكد كثيرا أن سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها وحدودها المعترف عليها دوليا يجب أن يتم احترامها استناداً للقرار الجمعي العام ما نشهد في أوكرانيا اليوم يناقض مبادئ وميثاق الأمم المتحدة الدبلوماسية والمفاوضات فقط يمكن أن تصل إلى حل مستدام لهذا الزراع القتال في أوكرانيا يجب أن يتوقف ويجب أن يتوقف الآن شكراً سيادة الرئيس